ريتشارد دوكنز صاحب الكتاب الكبير السلف الجين الجين الأناني هذا الكتاب كله موضوع ومؤلف لكي يجيب عن هذه المسألة انتبهوا مسألة التضحية؟ مسألة التضحية يقول دوكنز في الحقيقة الأم أو الأب حين يذهب يضحي بنفسه من أجل صغاره فإنه يكون أنانياً في أعلى درجات الأنانية عجيب ماذا هذه المناقضة؟ كيف؟ تضحية أنانية؟ تضحية ضد الأنانية قال لأن الذي يفعل هذا هو الجين الجين الأناني الذي يريد أن يعبر يريد أن يعبر يريد أن يستمر من جيل إلى جيل فالأم تعلم ليس الأم الجين عفواً يريدت الأم الأم غريزة لا 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 قالك الجين الجين يعلم أن الأم إذا لم تضحي هلك الصغار فإذا هلك الصغار هلك الجين يعني الجين يستخدم الأم مطيّة له الجين يستخدم الأم مطيّة له لكي يعبر لكي يعبر من الأم إلى جيل أولادها ومن أولادها إلى أولاد أولادها وأكيدًا يبقى إلى اليوم فهذا اسم الجين الأناني فأهمتم فكرة الكتاب؟ هذا كول كتاب ريشار دوكنز عجيب هل هذا تفسير علمي؟ هل هذه اللغة علمية؟ هل تشتمون هنا رائحة علم؟ علم قابل للتزييف؟ علم قابل للاختبار؟ أبداً كما قلت لكم هذه الميتافور هذه المجازات هذه اللغة الأدبية الشعرية في العلم وهي فاشلة هذه ذبح العلم العلم حين يبدأ يتحدث بهذه الطريقة انتبهوا هذا الشيء خطير جدًا على العلم وهو يدّعي ويصيح ليلة النهار على الخطر من الدين من المتدين صحيح؟ كثير جدًا المتدينين في شرب غرب مولهاء هم خطر على الدين والعلم والعقل الإنساني نعرف هذا لكن أنت أيضًا تشكل خطرًا كبيرًا أخطر من خطر على المتدينين لأنك من داخل ماذا؟ من داخل المنظومة تتحدث باسم العلم وتغرر بالناس الجين يبرمج إذن الجين مبرمج لكي ينفذ هذه الأنانية السؤال من الذي يبرمجه؟ هل الجين عاقل؟ هل الجين عندك يا دوكنز هو يعني يحل محل الإله؟ مرّة يتحدث ذاروه عن انتخابه الطبيعي كأنه هو الإله في أصل أنواع تأمامًا كأن الانتخاب هذا عاقل لا، هو ليس عاقلًا وليس شخصًا لكن تتحدث عنه على أنه كيان حقيقي وليس كيانًا أصلاً هو ليس كيانًا وهذا يتحدث عن الجين الجين هو كيانية، معروف تركيبه لكن كأنه إله عاقل مصمًا مبرمج يخطط ثم يخود الخطة إلى غايتها النهائية وأنا من جهتي سأسدّ الضربة قاضي أيضًا لدوكنز الآن وبمثال بسيط جدًا ما رأيكم؟ جدًا وأنا تحدّى من كان يقتنع بهذا الرجل ليراسله وليقول له أجبني عن هذا المثال هذا أُرده رجل مسلم عالم دين مسلم أحد هؤلاء المدّيين الملاحدة قال أنا مستعدّ التضحية بنفسي من أجل إثنين من إخواني وإذا تعلّق الأمر بأبناء عمومتي فمن أجل سبعة أو ثمانية ثمانية ليس أقل تعرفون لماذا؟ الذي درس العلم الوراثة يعرف لماذا؟ لكي تمر الجينات وتعبُر كاملةً لابد من هذا العدد يعني الأب الآن مثلًا الذي يُورِّث جيناتُه إلى ابن ذكر فقط لا تعبُر كل الجينات لابد على الأقل في الحد الأدنى إلى ولد ذكر وبنت أنثى على الأقل عشان إكسوا يعني يصبح الجنوم متكاملًا واضح؟ منصّف هنا منصّف هنا فهي نفس القضية غير أن نعود إياه الحسابات من أجل الثنين من إخواني لماذا؟ الجينات ستبقى محفوظة لكن أبناء العم فروع الأب فروع الجد الأب الأعلى ثمانية نحتاج إلى ثمانية فأهلك أنا ويظل ثمانية تبقى الجينات هذا منطق الجن الأنانية منطق فارغ طبعًا معروف في العالم الإنساني منطق فارغ لأن هناك الكثيرين من البشر من يُضحُّون أنفسهم وهذه أفصح من يُضحُّون بأنفسهم من يُضحُّون أنفسهم ضحّى جديًا ضحّى بقرةً أحسن من ضحّى بجدهم يُضحُّون أنفسهم من أجل غُرَباء لا تربطهم بهم أي صلة لا علاقة بالجينات هنا ويقولون لا 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 هذا عالم أخلاقي هذا عالم الثقافة الكلتشر هذا هبلي الإنسان صحيح صحيح مظبوط التفسير الثقافي يعوق هنا المسير العلميّة ذا راجع ثقافة صح ممكن تتبدّل الثقافة ينبغي أن نبني نُعيد نُعيد بناء ثقافتنا على أساس علمي وبالتالي نبدأ يتحدّث بلغة هالدين هذا من عجل الثهم الإخواني ينفع والثمانية عن أول العميّة من عجل الغرب ما في تضحي بالمرة بالمرة لا علاقة لهم بجيناتي إلا أن يكون الغريب أيها الإخوة هو آخر إنسان على وجه الأرض وأنا أيضاً معه أشارك هذه الآخرية وهو أحسن مني حالاً وقواماً لا يعاني من أمراض وراثية ممكن أن يضحي نفسي من عجله هذا منطق هؤلاء المادي انتبهوا لكن هذا المنطق يفشل تماماً في خصة الدبّة المشهورة وسفية كراكس الدبّة التي ضربت برصاصة أيها الإخوة من البحارة العالقين في المياه المتجمّدة ولكنها كانت رصاصة غير قاتلة لكن قُتِلَ صغيراها على مرأة منها فظلت تعالج الجرحين الثاعبين بالدم وتمسح بلسانها مغفلة جرح نفسها إلى أن انزهقت نفسها الصغيرين فأطلقت صرخة مدوّية وذهبت تعدو في شراسة نمرية باتجاه هؤلاء القتلة فأردوها برصاصات أخرى دوكنز هنا كتابه يسقط مباشرة وتسقط الجين الأنانية تعرفون لماذا؟ لأنه بالتفكير هنا لا ثقافة ما فيه ثقافة دوبابيّة لا أتحدّث عن ثقافة الآن عالم الغرائز عالم الحيوان البريء من الثقافة الإنسانية والسؤال الآن كان ينبغي على منطق الجين الأناني أو الجين الأناني لريتشارد دوكنز أن تهرب أن تلوذ هذه الدبّة الأمئة بالفراء طاربة للنجاء من الذي يلزوها؟ من الذي يرغمه على ذلك؟ الجين الأناني لماذا؟ لأن الصغيرين فارق الحياة انتهى ما فيه عبور الآن ما فيه باسنج انتهى عبور الجنات ما فيه غير ممكن الآن إلا عبر ماذا؟ عبر حياة جديدة لهذه الأم وهي ممكنة لأن جرحها غير قاتل ثم تتكاثر بعد ذلك وتعبر الجينات هي لم تختر هذا اخترت ماذا؟ أن تنتخم لأولادها ولو بحياتها وانتخمت وسقطت وهذا يفعله الإنسان أيضاً هنا يفشل دوكنز هذا ما أسدده أنا لريتشارد دوكنز بهذا المثال لم يسدده أحد من قبلي لكن هذا بالدراسة بالمقارنة هكذا لا تستطيع الجين الأنانية تفشل مرة أخرى